كمان عايز اقول لحضراتكم على نشاط مهم قام بيه السيد الرئيس النهاردة بس عايز اقول لحركم عشان الفاصل اجبالي كمان كامدئية النهاردة التقى السيد الرئيس بالمجلس الاعلى الهيئات القضائية ورأس السيد الرئيس عفتاح السيسي اجتماع المجلس الاعلى للهيئات القضائية والنهاردة الاجتماع كان اكثر من رائع اكثر من مثبر وايجابي ليه أنا بقول هذا الكلام مش بقوله من سبيل المبلغة لأنه فيه اجتماعات دورية بتبقى معمولة للتباحث وحل المشاكل وتنسيق الرؤى والرئيس بيعطي توجيهاته في بعض الملفات والسياسات وما إلى ذلك لكن النهاردة بقولكم أنه اجتماع أكثر من إيجابي وأكثر من مثمر لأكثر من سبب لأن النهاردة أولا وأنا أعتقد أن هذا خبر أثلج صدور وأسعد وأفرح جموع السادة القضاء والمستشارين وكل المنتمين إلى الهارات القضائية قاطبة على اختلاف أنواعها وهو الاستقرار على أن يكون يوم 1 أكتوبر من كل عام عيدا للقضاء المصري وأنا في رأيي أن ده الحقيقة قرار صادف التوفيق قرار موفق للغاية لأن القضاء المصري الحقيقة أكبر بكتير من أن أكلم حضركم عنه كل واحد فينا قاعد في وطنه متطمن أن في قضاء حيجب له حقه تحت أي بند آه ممكن فيه بطء في بعض الأحيان في التقاضي وكذا 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 لكن في النهاية قضاء المصري من أنزه المؤسسات القضائية على مستوى العالم ومن أقدم ومن أعرق المؤسسات القضائية على مستوى العالم قضاء المصري حصن مهم جدا 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 للوطن وللمواطن المصري وعايز أقول لحضراتكم وطبعا أنتوا قدر مني بذا قضاء المصري والقضاء المصريين والمستشارين المصريين وكل العاملين في القضاء والهيئات القضائية كان لهم دور رائع ومبادر وقيادي في حماية مصر من خطر الإخوان أثناء السنة الكبيسة اللي حكم فيها الإخوان مصر وهي 2012 أول من قال لا في وجه الإخوان كان القضاء المصري أول من لم يعترف بالإعلان الدستوري أو الإعلان غير الدستوري اللي أعلنه محمد مرسي من أجل تنصيب نفسه نصف إله كان القضاء وافتكره بقى تهين الجبالي وافتكره أحمد الزند وافتكره وافتكره مع حفظ الألقاب طبعا لهذه القامات الكبيرة وغيرهم العشرات والمئات من القضاء والعاملين في الهيات القضائية اللي كانوا حجر أمام الأمواج المتلاطمة بتاعت الإخوان وكانوا أول الشرارة التي وقفت في وجه الإخوان وصح جوانا كلنا بقى الإعلام والمجتمع المدني والسياسيين وكذا ثورت الانتفاض ضد الإخوان حتى وصلنا إلى 30 يونيو 2013 عشان كده القضاء المصري يستحق التحية ويستحق الاحترام ويستحق الدعم والتقدير ويستحق الاحتفال ومن النهاردة كل يوم 1 أكتوبر قبل احتفالنا بالنصارات أكتوبر المجيدة كل يوم 1 أكتوبر هنحتفل جميعا بعيد القضاء وعيد القضاء القضاء والقضاء الاثنين في مصر كمان النهاردة توجهات الرئيس كانت ممتازة فيما يتعلق بالمساواة الكاملة المساواة الكاملة ما بين الرجال والسيدات داخل الهيات القضائية مساواة كاملة الاثنين ياخدوا فرصهم سيدات تمكن ولا تحرم من أي منصب أو من هيئة قضائية أو من أي مكان بسبب جنسها لا الكفاءة هي المعيار وما يستطيع أن يقوم به الرجل بالتأكيد تستطيع أن تقوم به المرأة وربما بشكل أكفأ كمان وأشياء كثيرة جدا 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 أعطى السيد الرئيس بها توجهات النهاردة علشان تعظيم الحالة وتعظيم المردود وتعظيم التأثير في الهيات القضائية عندنا تقرير عن اجتماع السيد الرئيس بالمجلس الأعلى للهيات القضائية ومنه إلى الفاصل وبعض الفاصل لسه عندنا ملفات كتير في أخر النهار أوعط روح فيها عقد المجلس الأعلى للهيات القضائية اجتماعا برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار عبدالله شوضة رئيسي مجلس القضاء الأعلى والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيسي مجلس الدولة والمستشار عبدالأودن رئيسي محكمة استئناف القاهرة والمستشار حماد الصاوي النائب العام والمستشار الدكتور أبو بكر صديق عامر رئيسي هيئة قضايا الدولة والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيسي هيئة النيابة الإدارية وبحضور المستشار نجاح موسى الأمين العام للمجلس صراحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات غير المسبوقة وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق وهي بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من 11.2021 اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصري توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة القضاء مجلس الدولة النيابة الإدارية قضايا الدولة عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتبارا من خارجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة ومن خارجي دفعة عام 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة امداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة عدى وزارة العدل مع وضع صقف زمني لمدة الندب الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها أوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس حرس منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنصيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية والنغوض بالشأن القضائي وستساهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والبرأة في تولي الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية كما تحقق أيضا المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائيا بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوة للوصول إلى هذه المساواة كما ستوسع هذه القرارات من فرص للتحقي بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعد طالب التعيين كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات